عبدالله المدافر هبت سمية الناصر هبت ونوال الزغبي راح تتزوج مين؟ وفنانة في حفل تحفيظ القرآن كل هالأخبار راح نعرفها الليلة في حلقة جديدة من سوال في رمضان معي أنا عبدالرحمن السيد كل عاد أحب أقول لكم يا مرحبا بكم نقدر نقول هبت هبت ولا في عندكم مصطلح أقوى صراحة المدافر بدع في حلقتها مع سمية الناصر اللي ما كانت تجاوب على أغلب الأسئلة وتتهرب من الإجابات بطريقة غير مباشرة مواقف كثيرة صارت في اللقاء وأكثر شي صراحة لفتني لما نعرض مقطع من أحد دوراتها وقالت ما راح أجاوب لأنكم انتهكتم حقوق المقطع خلنا نشوف الفيديو وارجعوا لي تخل واحدة من موادي العميقة وتجيبها في كده الحين هذا المواد عميقة تجيبها من النصر لا بس التسلسل المطلوب طبعا المدافر في نهاية اللقاء قال أنقلوا عن سمية إنها تقول ما أقوله ليس علما تصريح قوي من صاحب الرياكشن القوي في شهر رمضان لأ وين في العشر الأواخر من رمضان في رمضان في رمضان أيوة أيوة في رمضان وقال الإعلامي المصري عمرو مصطفى لو زوجتي تسمح لي سأتزوج نوالي الزغبي في رمضان أيوة يا حبيبي في رمضان مو أنت اللي قلت أنا اش دخني يا جوع السؤال كان افتراضي وكميدي مع شي ما سيف عمرو مصطفى بيحب نوالي الزغبي لأنه بينهم شغل كثير ولح لها أكثر من أغنية جايبين فنانة في حفل تحفيظ قرآن اشنون اي 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 والله يا أخي ما أمزح وأتكلم جدا وعندي صور وأدلة وبراخين حاب تشوف أيوة طيب أوريك عشان تصدقني بس والله ما أكذب وأتكلم جدا يعني تفضل الآن يعني تفضل ساد علاوية انت تفضل يعني تفضل يعني هسي أحنا تفضل جبت لكم الأدلة عشان لا تقولوني جيب إشاعات والدنيا مولعها في الجيرية بسبب الموضوع بس تتوقعون اللي جاء بالفكرة كيف كان يفكر متجر كوكو واللكيكي اللي عنده الأرواج أيوة بالضبط أتوقع عرفته المهم الزالفة وما فيها واللي ما يعرف الموضوع انه فيه تحدي جديد على التيك توك انه البنات يطلبوا من حبايبهم انهم يجيبوا لهم الرج في رمضان والموضوع يعني طلعت جد والناس وادفة طوابير زي ما شفتم في موقف مميز الأمير عبدالعزيز بن فهد يشخص طلب منه أن يعالج جاء رد الأمير الإنساني وقال لا أبشر لو تبي أمريكا والله الصين خلنا نشوف المقطع الجاي وأخبار مميزة زي ما عودناكم متابعين سوال في رمضان لا تنسون سووا اشتراك لسوال في رمضان تابعوني يا رابط الرحمن السيد على سناب شات يعطيكم العافية وكلا عادة أحب وقلكم في أمان الله اشتركوا في القناة